اشتركوا في القناة الجهاز رح نتكلم عنه الجهاز هذا يخليك تتحكم جميع عدادات الكاميرا عن طريق الاجهزة الذكية ويرلس سواء ايباد ايفون او اندرويد الاجهزة هذي كلها موجودة في عالم AAB World شركة AAB يدي بيقرأ عنها زيادة او يشتريها ممكن يزور الموقع aabworld.com يتعرف عليها زيادة خلونا مع بعض نشوف تجربة عملية حق هذا الاجهزة خلوكم معنا طبعا الجهازين اول جهاز اللي هو الواي فاي اسمه الثاني اسمه iosb port عساس اختصارا للوقت رح يشرح على واحد منهم الميزة الاولى اللي فيه ان الجهاز هذا ممكن تثبت على اي ترايبود او قرولابود مثل ما احنا شايفين الطريقة ممكن بس تشغل الجهاز واثنيناتهم يركبون على اليو اس بي الجهاز الثاني ممكن طريقة تثبيته تكون افضل لانه يثبت على مكان الفلاش بس بهالطريقة ما رح تقدر تستخدم الفلاش الا اذا في قطعة حق نفس الشركة ممكن تستخدمها حق الفلاش وحق الجهاز مع بعض بهالطريقة بعد ما شغلنا الجهاز رح نوصله في كابل يو اس بي الحلو بالجهاز هذا انه سهل على طول يلقط الكاميرا بعدين حين ده شغلت الجهاز شغل كاميرا رح يبدأ الجهاز يتعرف على الكاميرا تدخل على الايفاد ولا الايفون او اي جهاز تاني رح تلقى الشبكة مانة الجهاز موجودة اللي هي الواي فاي شبكت عليها بعد ما تشبك عليها تروح تفتح البرنامج الخاص في هذا الجهاز طبعا اول ما صور connection لحظه طلع اللي الدي فور الكاميرا ممكن تروح حق الجاليري او الكاميرا رح اروح حق الكاميرا رح الحين يبدأ اللي هو اللايف بريفيو مثل ما تو شايفيني الحين الصورة موجودة عندي اقدر اي وقت اخذ صورة وممكن انا اخذ focus touch لحظه بهالطريقة الجهازين نفس الطريقة فيهم touch بالfocus تمام شوفوا حين اخذت focus بالخلف نفس الجهازين رح تلقون mf اللي هو manual focus ممكن انت تاخذ focus بهالطريقة رح يسير focus او انك تحركه بطريقة بطيئة جدا اللي يحبون يصورون focus stacking حق المجوهرات مثلا يبي اخذ لأكثر من focus يدمجهم مع بعض او الحشرات اللي ياخذ لأكثر من focus اساس انه ياخذ جميع الحشرة كلها focus يستخدم manual focus stacking اللي هو ياخذ لك اكثر من focus مع بعض تقدر تتحكم بالايزو تقدر تتحكم بالwhite balance تختار white balance اللي انت تبيه سواء كان تنقستن اي white balance معين او تقول له auto تقدر تتاخذ minus plus حق الشاشة نفسها او التعريض تعويض التعريض كذلك تقدر تختار اكثر من صورة مثلا بصور انا صور action وارا بعض حطيت الكاميرا عند جحر مثلا او ناطر طير اول ما اياها الطير اقول لأنا حطلي مثلا high واقول لا صور فراح على طول الكاميرا تاخذ اكثر من صورة وارا بعض حق الموضوع اللي انا ابيه الحلو في البرنامج هذا اللي يفرق شوي عن الايو اس بي تقدرون تاخذون له مثل HDR حق اكثر من صورة او اكثر من تعرض يسمونه براكتنج انك تاخذ اكثر من براكتنج مثلا بتبت تسوي تست حق الكاميرا فا اقول لها انا ابيك تصور او ابيك تصوري من ايزو 50 وايزو 100 وايزو 2000 وايزو 3200 ابدأ اصور فالحن راح تغيري الايزو تبدأ اتصور اكثر من صورة عساسة تسوي تست انا او مقارنة اه كذلك ممكن يصير اكثر من شغلة اللي هي براكتنج حق التعريض او حق الوايت بالانس او كل شي ممكن نختاره من هالقائمة زائد التايم لابس ممكن هني نصور تايم لابس كذلك ممكن من الجهاز الثاني نصور تايم لابس فيعطينا عدة اشياء ممكن ان ارجع حق الهوم او اني اقدر اصور فيديو الحلو بالفيديو اثنان انت قاعد تصور فيديو الحين قاعد اصور انا فيديو لحظة وقاعد يمشي الحين الريكورد اثنان انت تصوير الفيديو ممكن انا اخذ فوكس فهذه هم بعد ميزة وايد حلوة اثناء تصوير الفيديو تقدر تاخذ الفوكس في بعد عندنا شغلة ثانية اذا راح تحق الهوم تقدر تروح حق الجالري تشوف الصور اللي انت اخذيتها تاخذ اي صورة منهم من الكاميرا على طول تقدر تحفظها او تسوي لها شير في مواقع التواصل الاجتماعي اذا الواحد مثلا قاعد يقول شنو ممكن يفيدني هالبرنامج الابداع يعني ما لاحدود اذا انت قاعد تصور مثلا استيديو قاعد تصور مودلز مثلا تبي الكاستمر او العميل نفسي يطالع الصور لايف تقدر تخلي على لايف مود او القلري اي صورة تصورها ترجع حقك تقدر تشبك الجهاز على اللابتوب اي صورة تصورها تروح على اللابتوب على طول اذا تصور مثلا منتجات او مجوهرات تقدر تاخذ الفوكس ستاكينج الماكرو اللي حبو نصوره الماكرو الاكشن الرياضة تخليها بزاوية معينة دراجة نارية او سيكل او اي واحد قاعد يسوي حركة رياضية ممكن اول ما تاخذ الزاوية هذه اول ما يمر الشخص تصور هذه الصور كذلك تقدر تصورها بالتايم لابس اماكن بعيدة مثلا تغريبا الجهاز يوصل الى 180 متر الجهاز الثاني تغريبا تسعين متر اذا ما كان في شي يعزل هذا الجهاز فكاستخدامات حق الجهاز كثير صراحة مبدعة اهم شي انك تدخل على الووب سايت تشوف هل هذا الجهاز سابورت حق كاميرتك ولا لا تغريبا هذا اللي عندنا من التست حق الاجهزة خلنا اقولكم شون يفرق الجهاز الثاني طبعا فيه هني ماونت حق الستاند ممكن يتبت اكثر الطريقة شحن الجهاز ههة هي طريقة شحنه الOSB العادي من USB اما هني طريقة الشحن اللي هي تصير مثل الكلب هني او الواير هذا مثل الشحن فايمكن ما يكون توفر وايد ميزة حلوة بالجهاز هذا انك اي فلاش او هاردسك تركبها على الجهاز هذا من غير الكاميرا يسوي لك يا وايرلس ديفايس او اعني أنا عندي فلاش او هاردسك أريد شوف فيديوهات عن طريق الايباد اشبك الهاردسك هني ألقى الواي فاي اشبك عليها واشوف محتوى هذا الجهاز الايفون خلص شحن ولا غالكسي نفس الشي تحط لك الواير وتشحن جهازك فيعتبرها جهاز شاحن السعر تغريبا نفس الشي اذا قلت لي اي هو احسن كل واحد لا انترفيس او شكل معين حق البرنامج شنو انت تحتاج بالضبط من الميزات هذه اذا حق الستاكينغ مثلا ممكن تستخدم هذا اذا حق مثلا انت بتستخدمه كجهاز تتحكم فيه و جهاز مثلا تستعرض فيه داتا مالة الفلاشات ممكن تستخدم الاي يو اس بي بورت ان شاء الله تكون الحلقة هذه حازت على رضاكم خلونا نشوف الفايز معانا بالحلقة الماضية الف الف مبروك على الفايز معانا في الحلقة السابقة بالنسبة حق مسابقتنا حق هذه الحلقة راح يكون الفايز يختار احد الجهازين سواء واي فاي او ايو اس بي بورت طريقة المشاركة تعليقات اليوتيوب او تعليقات انستغرام سواء ماجد فوتوز او تعليق تحت صورة انستغرام اي اي بي وارد نبيكم تكتبون اقتراح حق اي حلقة القادمة او موضوع حق الحلقة القادمة شو نودكم يكون من مواضيع نتناولها غير الاشياء اللي تكلمنا عنها في حلقاتنا السابقة او موسمنا اللي فات راح يصير سحب عشوائي راح ناخذ احد اقتراحات هذي و راح يكون فايز معانا في احد الجهازين اللي هو ينقيهم تقدرون تقرون عنهم اكثر في الموقع الكتروني اي اي بي وارد في نهاية الحلقة لا تنسون تسولنا لايك وتنشرون الحلقة في مواقع التواصل الاجتماعي اللي ما سوى سبسكرايب يسوي والعليا كمامر شوكم على خير السؤال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة